بقي لنا أن نبين الملامح الدعوية في جانب الأخلاق حتى تكتمل الصورة الوضيئة للملامح الدعوية في منظومة الإسلام الثلاثية العقيدة والشريعة والأخلاق الدرس الثالث إذن من هذه الوحدة عنوانه الملامح العامة لمناهج الدعوة في جانب الأخلاق أعزائي الطلاب نستطيع أن نقف بكم في هذا الدرس على الملامح العامة لمناهج الدعوة في جانب الأخلاق في النقاط التالية أولها القرآن الكريم بيّن الأخلاق الكريمة ونص على أمهاتها وأصولها كالصدق والعدل والأمانة وكذا جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذه الملامح ففي الصدق يقول الحق تبارك وتعالى وهو يبين لنا أن صنفا من البشر هم طراز فريد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الصدق عنوان لأناس أكد القرآن على عظمتهم ومكانتهم في المجتمع والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ويقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقة هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيمة الصدق والعدل يقول فيه ربك تبارك وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أي اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ربط الله تبارك وتعالى بين العدل وبين التقوى وكأن العدل هو الموصل إلى تقوى الله عز وجل وأما الأمانة فإنها أمر عظيم نص عليه القرآن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة عظيمة ولذلك هي أمانة التبليغ هي أمانة التوحيد هي أمانة الدين بل إن الدعوة تؤكد على أن من أعظم الأمانات أمانة الدعوة ولابد أن يلتزم بها الدعاة قولا وعملا أيضا من الملامح العامة في جانب الأخلاق أن القرآن الكريم بيّن الأخلاق الذميمة وحذر منها وقد نص على أمهاتها كما بيّن الأخلاق الكريمة ونص على أمهاتها فالكذب قد جاء في القرآن ما يحذر منه وكذلك الجور والظلم وكذلك الخيانة وجاءت الكتب كثيرة في بيان إبراز أمهات الأخلاق في الإسلام فمنها كتاب مكارم الأخلاق وكتاب الأخلاق الدينية والأحكم الشرعي والأحكام الشرعية وكذلك الأخلاق الإسلامية ودورها في بناء المجتمع إن كتاب الأخلاق الدينية والحكم الشرعية هذا ما يؤكد على أن هناك ترابط بين الأحكام التشريعية في الإسلام وبين الأخلاق لأنهما لا ينفصمان أبدا كذلك من بيان الملامح العامة في جانب الأخلاق ما جاء من وضع ضوابط ومعايير ثابتة تعرب بها الأخلاق الحميدة والتصرفات السليمة من غيرها هذا ما أكد عليه القرآن وجاء في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكذلك جعل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أسوة للمؤمنين جميعا ووصفه بأعظم صفات وهو أنه على خلق عظيم فقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول واصفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير بالقرآن ومن أجل القرآن وبالقرآن فكان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض يطبق أخلاق الإسلام ليبرز ملامح العامة الملامح العامة للدعوة في جانب الأخلاق أيضا ونختم بها الدعوة إلى تحسين الأخلاق إن ربط الملامح بإبراز الأخلاق الكريمة وبيان الأخلاق الذميمة وتطبيق النبي لهذه الأخلاق يختم بالدعوة إلى تحسين الأخلاق فليس المقصود بإبراز الأخلاق أي إثبات الأخلاق الصالحة ونبز الأخلاق الذميمة فحسب وإنما لابد من تحسين الأخلاق ومجاهدة الطباع وعدم اعتباره للطبع عذرا في ذلك ففي الحديث الشريف وخالق الناس بخلق حسن وفيه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل وعلى هذا تحمل الأحاديث النبوية الكثيرة الآمرة بالأخلاق الحسنة والناهية عن الأخلاق الذميمة أخيرا بهذه الملامح العامة في جانب الأخلاق يظهر تميز منهج الدعوات الإسلامية في الأخلاق على غيره من الملامح الأخرى لا سيما الذين يقولون بالنظرية النسبية في الأخلاق إنهم أصحاب دعوة واهية فلا ثوابت عندهم في الأخلاق ولا ضوابط صحيحة لها وإنما كان منهج الإسلام سباقة وباقيا إلى قيام الساعة ترجمة نانسي قنقر